محمد مساء الخير طبعا كنت بتجربة خاصة لماذا لأنك كنت في سورو كابا تعيش أدق التفاصيل يوميات المتخب الجزائري ربما كانت هناك أمور كثيرة في الكواليس محمد نعم كانت أمور كثيرة في الكواليس ولكن بداية دعني أمسي على هؤلاء الشباب وتحية خاصة إلى حسيسا حسيسا يعرف من هو ويعرف سر الكلمة كذلك على كل حال أحييهم جميعا لأذائهم الرجول في هذا المونديال أيضا للوجه الذي ظهروا به على كل سؤالي أنا عندي سؤال لرئيس مبولحي بداية ماجد قبل أن نتحدث عن الكواليس الجميع يضحك الآن أن هناك حكايات وطرائف مع المجموعة رئيس مبولحي كان على الكثير قبل هذا المونديال ماجد رئيس مبولحي قبل بداية المباراة الأولى كان الجميع يتحدث عن مكانته كحارس أساسي عن المنافسة مع الحارس محمد لمين زماموش هو كان دائما بهدوءه بتركيزه تمكن من العودة بهدوء ورغم ذلك لم تكن العودة فقط من أجل العودة ولكن كانت بتألق وكنت نتحدث مع أرسن فانجر قبل ذلك تفاجأ فعلا لمستوى هذا الحارس سر هذه العودة القوية لرئيس مبولحي شكرا جزيلا العودة جميلة جدا أنا كما فعلت دائما العمل جاهدا هو الأهم بالتأكيد هذه المرة الأمر فريد من نوعها لقد عدت من بعيد جدا رغم بالتأكيد هذا المسار الطويل والشاق ولكن الآن الحمد لله أنا موجود وكما قلت العمل الجاد اليومي هذا ما أؤمن به أنا وأقوم به سمعت إلى جواب محمد الوضاحي نعم ماجد واصل أعتقد شكرا جزيلا